بيانات العملاء يتم الدخول إليها من إدارة المبيعات المدخلات بيانات العمراء تعتبر هذه الشاشة من الشاشات المهمة جدا في نظام يمنسفت المتكامل وخصوصا في إدارة المبيعات إذ أنها تعتبر شاشة إجبارية في حالة إذا ما تم البيع بالآجل للعملاء إذ أنه إذا لم يتم إدخال حسابات العملاء وربطها بهذه الشاشة فإنه لن يتم عمل فاتورة مبيعات بالآجل تعتبر هذه الشاشة بنك معلومات بالنسبة للعملاء إذ أنني من خلالها أستطيع إدخال هؤلاء العملاء بعد إضافة في الدليل المحاسبي وأستطيع كذلك ربط هؤلاء العملاء بأنواع العملاء بمعنى هل هذا العامل الذي سوف أقوم بإضافته ننتمي إلى عملاء صنعاء عدن هل هو عميل محلي أو خارجي طبعا هؤلاء أنواع العملاء تم إضافتهم في شاشة أخرى تسمى شاشة أنواع العملاء الظاهرة أمامنا في الشاشة هذه شاشة أنواع العملاء يتم إدخالها يدويا فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى بيانات العملاء نستطيع كذلك في شاشة بيانات العملاء من أن نحدد طريقة الدفع هل العميل بالآجل أم نقدا وأستطيع كذلك أن أجعل هذا العمل نقد وآجل في نفس الوقت كذلك نستطيع إدخال كافة البيانات التعريفية بهذا العميل ونستطيع كذلك في شاشة بيانات العملاء من تحديد السعر الخاص بالبيع لهذا العميل ومن ثم تثبيت هذا السعر بحيث لا يمكن في فاتورة المبيعات البيع بغير السعر المحدد لهذا العميل في هذه الشاشة أستطيع كذلك في شاشة بيانات العملاء من تحديد حد الدين الخاص بهذا العميل بحيث لا يسمح النظام أو يقوم بإظهار رسالة تنبيهية في حالة إذا ما تم البيع لهذا العميل وتجاوز حد الدين الخاص به حد الدين المحدد في هذه الشاشة كذلك في نسبة التخفيض أستطيع في شاشة بيانات العملاء تحديد نسبة تخفيض للعميل بحيث لن يسمح النظام بالبيع أو بالتخفيض بأكثر من هذه النسبة أو أقل من النسبة المحددة في هذه الشاشة أستطيع كذلك ربط هذا العميل بالمنطقة بالضغط على إفتسعه طبعا هذه المناطق تم إضافتها في شاشة سابقة هي شاشة بيانات المناطق الظاهرة أمامنا في الشاشة شاشة بيانات المناطق تم إضافتها سابقا فإذا ما عدنا مرة أخرى لبيانات العملاء أستطيع كذلك ربط هذا العميل بمندوب معين هذا المنذوب تم إدخاله وإضافته في شاشة أخرى تسمى شاشة بيانات المنذوب الظاهرة أمامنا كذلك أستطيع في بيانات العملاء من ربط هذا العميل بمحصل معين نستطيع كذلك في شاشة بيانات العملاء من تحديد فترة الاعتمان أي فترة الاستحقاق على كل فاتورة بحيث أستطيع عند عمل فاتورة مبيعات أن أحدد فترة الاستحقاق أو الوقت الواجب على العميل أن يقوم بسداد قيمة الفاتورة المباعة له نستطيع كذلك في شاشة بيانات العملاء والتي تتكون من هذه الشاشة تسمى شاشة المدخلات كذلك شاشة عميلة معرفة الرصيدة الافتتاح لهذا العميل عند بداية التعامل معه إجمال المدينة أي المبالغ الدائنة عليه إجمال الدائنة أي المبالغ التي قام بسدادها والتي محسوبة له الرصيدة الحالي المتوفرة الآن في كشفات الحسابات كذلك الإحصائيات أستطيع معرفة أعلى مبلغ قام العمل بدفعه أعلى قيمة فاتورة آخر قيمة فاتورة وجميع البيانات الظاهرة أمامكم إذن تعتبر شاشة بيانات العملاء من الشاشات المهمة للغاية وتعتبر بالنسبة لمستخدمين نظامي المنسوفة المتكامل بنت معلومات لهؤلاء العملاء الذين تتعامل معهم الشركة سواء أكانوا عملاء بالآجل أو عملاء نقديين الآن سنوضح خطوات إضافة العملاء في شاشة بيانات العملاء في البداية لا بد أن نقوم أولا بإضافة هؤلاء العملاء في الدليل المحاسبي في جانب الأصول المتداولة من أجل أن يقوم النظام ويسمح بإضافتهم في هذه الشاشة وربطهم في شاشة بيانات العملاء الآن سوف نخرج من شاشة بيانات العملاء ونذهب إلى إدارة الحسابات المدخلات الأساسية الدليل المحاسبي ونوضح الآن كيف يتم إضافة العملاء في الدليل ومن ثم ربط حساباتهم في الدليل وإضافتها في شاشة بيانات العملاء هناك عدة طرق لإضافة الحسابات في الدليل المحاسبي الطريقة الأولى أن يتم الضغط على زر الإضافة وإضافة رقم الحساب مباشرة لكن في حالة أننا لم نكن من قبل بمعرفة آخر رقم للعميل أو الحساب الرئيسي للعملاء فأفضل في الدليل المحاسبي أن يتم أولا حفظ الحساب الرئيسي للعملاء مثلا نحن لدينا مثلا الحساب الرئيسي للعملاء في الدليل وواحد اثنين ثلاثة سفر واحد قد يختلف من شركة إلى شركة ومن دليل إلى دليل فقبل الإضافة نقوم بعملية البحث على حساب العملاء الرئيسيين واحدين ثلاثة سفر واحد اف تسعة هؤلاء عملاء الشركة تم إضافتهم سابقا طبعا حساب رئيسي الآن سأقوم بالتفريع منهم إلى حساب فرعي لجميع العملاء الذين نتعامل معهم في الشركة وخصوصا إذا ما كانوا بالآجل ما علينا إلا الضغط على زر الإضافة ورقم العميل أو سوف يكون وعدني ثلاثة سفر واحد صفر صفر واحد التحرك بالتاب أو بالماوس طبعا هذا هو الحساب الرئيسي له واحد اثنين ثلاثة صفر واحد ثم كتابة اسم العميل مثل العميل عبدالله الخولاني كمثال ونحدد ريال ثم نوع الحساب فرعي عملة الحساب نختار ريال ثم نقوم بعملية الحف فإذا ما أردنا مثلا إضافة أميل جديد ما علينا إلا الضغط على زر الباحث وإدخال الحساب الرئيسي للعملاء بعد حفظه ثلاثة صفر واحد ثم ابتسعة ونقوم بمعرفة آخر حساب أو آخر عمل تم إضافته فيكون رقمه صفر صفر إذن الحساب الجديد سوف يكون رقمه صفر 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 اثنين على نوع جديد لإضافة واحد واحد ثلاثة صفر واحد صفر صفر اثنين الحساب الرئيسي له هو الحساب الذي قبل 1-2-3-0-1 مثلا العميل حسين الحضرمي كمثال عملة مثلا دولار نوع الحساب فرعي ونختار العملة دولار طبعا هذه العملات تم إضافته سابقا في شاشة بيانات العملات ثم نقوم بعملية الحفظ الآن إذا ما كنا قد حفظنا آخر رقم عميل نستطيع الإضافة مباشرة 1-2-3-0-1-0-0-3 والحساب الرئيسي 1-2-3-0-1 هناك عدة طرق لإضافة العملة والحسابة في الدين المحاسبي مثلا العميلة وفاء خالد كمثال عملة مثلا ديرهم إماراتي ثم نوع الحساب فرعي ونقوم باختيار العملة ديرهم ثم نقوم بعملية الحفظ الآن أوضحنا خطوات إضافة العملاء في الدليل المحاسبي وللبحث عليهم ندخل الحساب الرئيسي ثم نضغط على F9 نلاحظ ماذا أصبحوا ظاهرين أمامنا بالشاشة الآن نخرج من إدارة الحسابات ونذهب إلى إدارة المبيعات المدخلات الأساسية بيانات العملاء الآن نوضح خطوات إضافة العملاء الذين تم إضافة في الدليل المحاسبي في شاشة بيانات العملاء على النحو التالي يتم الضغط على الزر الإضافة ثم الذهاب إلى رقم الحساب والبحث على العملاء الذين تم إضافة في الدليل المحاسبي إما بالضغط على F9 والبحث عليهم أو الطريقة الأسهل أن نكون حافظين الحساب الرئيسي للعملاء الذي هو 1-2-3-0-1 ثم F9 نلاحظ ظهور العملاء مباشرة نقوم باختيار العمل عبدالله خولان نقوم بالضغط عليه مرتين ثم الذهاب إلى رقم العميل رقم العميل يفضل أن يكون آخر رقم من رقم الحساب في الدليل المحاسبي يعني 0-0-1 إذا ما أردنا مثلا ربط هذا العميل عبدالله الخولاني بأنواع العملاء فما علينا إلا أن نختار إلى أي نوع ينتمي عبدالله الخولاني هل ينتمي إلى عملاء صنعاء محليين درجة أولى وهكذا طبعا هؤلاء أنواع عملاء تم إضافة في شاشة أخرى في تهيئة نظام إدارة المبيعات يسمى شاشة أنواع العملاء طبعا هذا الحق الاختياري وليس إجباري الغرض منه طباعة التقارير بناء عن أنواع العملاء نختار مثلا عملاء صنعاء كمثال ثم نقوم بإدخال البيانات التعريفية بهذا العميل على النحو التالي وبعد إدخال البيانات التعريفية للعمل على النحو الظاهر أمامنا نذهب إلى مستوى التسعير طبعا هذا الحق الاختياري وليس إجباري نستطيع من خلاله تحديد السعر الذي سيتم بيعه لهذا العميل بناء على الأسعار الظاهرة أمامنا هذه الأسعار أو هذه الخيارات تم إضافتها في إدارة المغزون بعد إذا قمنا بالتعشر على أحدها فإن النظام لن يسمح إلا بالبيع بنفس السعر المحدد في هذا الحق طبعا حق الاختياري وليس إجباري رقم المحصل أستطيع أن أقوم بربط العميل عبدالله الخولاني بأحد المحصلين طبعا هؤلاء المحصلين تم إضافتهم في شاشة سابقة لشاشة بيانات العملاء هي شاشة بيانات المحصلين طبعا اختياري وليس إجباري إذا ما أردنا ربطه بأحد هؤلاء المحصلين نقوم باختياري مثلا عبدالسلمان أحمد حد الدين أستطيع من خلال هذا الحق وضع سقف معين للمبلغ الذي نستطيع أن نقوم بتديين العميل عبدالله الخولاني بحيث عندما نقوم بتحديد حد دين فإن النظام لن يسمح بتجاوز هذا حد دين مثلا حد دين مليون ريال فإذا ما أردنا البيع بأكثر من مليون ريال فإن النظام لن يسمح كذلك نسبة التخفيض إذا ما ثم قمنا بتحديد نسبة التخفيض ثنين في المئة فإن النظام لن يسمح بأن يتم التخفيض أقل أو أكثر من اثنين في المئة في فاتورة المبيعات رقم المنطقة إذا ما أردنا ربط هذا العميل بمنطقة معينة ما عليك إلا ضغط على F9 طبعا هذه المناطق تم إضافته في شاشة سابقة لشاشة بيانات العملاء تسمى بيانات المناطق فنقوم باختيار المنطقة طبعا حق الاختياري ليس إجباري كذلك رقم المندوب إذا ما أردنا أن نقوم بربط هذا العميل بمندوب معين طبعا المندوبين تم إضافة في شاشة سابقة هي شاشة بيانات المندوبين ما عليك إلا الضغط على F9 واختيار المندوب مثلا أسامة الحكيمي كمثال طبعا حقول الاختيارية في أغلبتها المنطقة المندوب حق الاختيار ليس إجباري الآن بداية التعامل نستطيع تحديد بداية التعامل مع هذا العميل مثلا من بداية السنة كمثال فترة الاعتمال أي فترة الاستحقاق بمعنى إذا قمت بفاتورة لهذا العميل بالآجل ما هي المدة التي يجب عليه أن يقوم بسدد قيمة هذه الفاتورة تسمى فترة الاستحقاق مثلا أسبوعين 14 يوم كمثال في حالة أردنا إيقاف هذا العميل وما عدنا نتعامل معه نستطيع الضغط على إيقاف عميل من المربع الموجود أسفل الشاشة طبعا هذه البيانات العميلة تسمى شاشة المدخلات فإذا ما دخلنا إلى العمليات نستطيع معرفة الأرصيد المتعلقة بهذا العميل مثلا الرصيد الافتتاهي عند بداية التعامل معه إجمال مدينة عن المبالغ أو الدين التي عليه إجمال دائن المبالغ التي له ومردودات المبيعات الرصيد الحالي أي الرصيد المتبقي عليه فإذا ما دخلنا إلى إحصائيات نستطيع معرفة جميع البيانات والعمليات التي تمت على هذا العميل من خلال الحقول الظاهرة أمامنا وسوف نقوم بضرب أمثل عليها فيما بعد الآن نقوم بعمليات الحفظ فإذا ما أردنا مثلا إضافة عميل آخر ما علينا إلا الضغط على الزر الإضافة والذهاب إلى رقم الحساب والضغط إما على F9 وأنا لا أفضل هذه الطريقة الطريقة الأفضل هو أن يتم حب الحساب الرئيسي للعملاء الذي هو 1-2-3-0-1 طبعا هذا الحساب يختلف من دليل إلى دليل ومن شركة إلى شركة ثم نضغط على F9 ونختار مثلا حسين الحضرمي وننتقل إلى رقم العميل طبعا رقم العميل يمثل آخر رقم من الحساب 002 نوع العميل طبعا قلنا اختياري وليس اجباري الغرض منه فقط التقارير لن نقوم باختياري هذه المرة ثم نقوم بإدخال البيانات الخاصة على النحو التالي كما قمنا بعمل سابقا وبعد إدخال البيانات التعريف بهذا العميل نستطيع كما قلنا سابقا من تحديد السائل الذي نريد أن نبيع له ربط هذا العميل بمندوب معين طبعا حقول هذه اختياري وليس اجبارية تحديد حددين مثلا ثلاثمائة الف ريال ربط هذا العميل بمنطقة معينة بالضغط على التسعى واختيار المنطقة هذا شيء طبعا حق الاختياري ليس اجباري نسبة التخفيض مثلا واحد في المئة حق الاختياري وليس اجباري ثم نتحديد بداية التعامل معه تاريخ خمسة وعشرين اربعة الفون وثلاث عشر ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نلاحظ ماذا اننا اذا ذهبنا الى العمليات فواتير المبيعات وقمنا بالضغط على زر الاضافة والبحث على العملاء ثم اجل والبحث على العملاء نقوم بالضغط على التسعى ماذا نلاحظ ظهور العملاء الذين تم اضافة في شاشة بيانات العملاء نلاحظ مثلا ان العميل وفاء خالد تم اضافة في الدليل المحاسبي لكنها لم تظهر في شاشة بيانات العملاء في الفاتورة السبب في ذلك اننا لم نقوم باضافتها في شاشة بيانات العملاء صحيح اننا اضافناه في الدليل المحاسبي الا اننا عندما لا نقوم باضافة في شاشة بيانات العملاء فانها لن تظهر في الفواتير لذلك نعود ونقوم باضافة العميل وفاء مرة اخرى الضغط على زر اضافة والبحث على العمل الوفاء اما بضغط على اف تسعة او ادخال رقم الحساب الرئيسي مثلا عميل الوفاء اخر حساب لها او اخر رقم لها صفر صفر ثلاثة ثم نقوم باكمال بقية البيانات كما قمنا بالعمل سابقا ثم نقوم الان بعمليات الحفظ الان سنقوم بعمل فاتولة مبيعات لاحد العملاء لمعرفة العمليات والاحصائيات اللي تمت على هذا العميل على النحو التالي خرج من الشاشة الذهاب الى العمليات فواتير المبيعات الضغط على زر الاضافة اجل رقم المغزن مثلا واحد هناك ثلاث طرق البحث على ارقام العملاء الطريقة الاولى اما الضغط على افتسعة لكن في حالة كان معك عملاء كثير للغاية عملية البحث على العميل المراد سوف تكون متعبة قليلا لذلك الطريقة الثانية هي ان يتم حفظ رقم العميل باشرة مثلا صفر صفر واحد ثم تحرك بالتابع بالماوس هذا في حالة استطاعنا حفظ ارقام لكن اذا كان لدينا ارقام عملاء كثير جدا عملية الحفظ صعبة فالطريقة الافضل والاسهل في الواقع العملي ان يتم البحث على العملاء من خلال الاسم ما علينا الا ادخال رمز النجمة وكتابة اسم العميل المراد مثلا العميلة وفاء وفاء افتسعة نلاحظ ماذا ظهور اسم العميلة مباشرة بمجرد الحفظ عن طريق الاسم ثم نقوم بالضغط على اسم العميل مرتين التحرك بالتاب اه البيان في الفاتورة عليكم قيمة بضاعة عليكم قيمة تلفون دي لكسي اسي فور الان ننزل لرقم الحساب او رقم الصنف يتم انزال رقم الصنف بعدة طرق منها اما الضغط على اف خمسة وف ستة مباشرة او الطريقة الاخرى ان يتم البحث عن طريق اسم الصنف نقوم بادخال رمزة النجمة ثم مثلا نكتب جالاكسي او سامسون ثم اف خمسة وف ستة ونختار مثلا تلفون جالاكسي اسي فور كمثال ونقوم بادخال الكمية مثلا ثلاث حبات ونقوم بادخال التكلفة او سعر البيع طبعا سر البيع ثلاثة الف وخمسة ملية تلفون جالاكسي اسي فور بالدرهم لانه عملتها بالدل محاسي بالدرهم ثم نقوم بالتحرك والانتقال الى صنف اخر ادخاله مباشرة صف صف روعة شرطة صف صف روعة شرطة صف صف روعة واحد وهكذا نقوم بادخال بقية الاصناف المباعد لهذا العميل ثم نقوم بعمليات الحفظ اذا ما تم منح هذا العميل خاص مسموح به او تخفيض فإن التخفض قد يكون إما قيمة مبلغ معين مثلا 100 درهم كمثال أو قد يكون عبارة عن نسبة يعني مثلا 3% كذلك في بعض الأحيان قد يقوم العميل بسد جزء من قيمة هذه الفاتورة مباشرة في مثل هذه الحالة ما علينا إلا الضغط على سند القبض الموجود في أسفل الشاشة والذي ظهر بعدما قمنا بالتأشير على خيار إظهار سندات القبض أو استدعاء سندات القبض في مبيعات نقوم بالضغط عليه ندخل الآن إلى سندات القبض نقوم بالبحث على صندوق الدرهم بالضغط على إبتسعة ونقوم بإدخال المبلغ مثلا 500 درهم في على الشاشة 500 درهم ثم نقوم بعمليات الحف الآن نقوم بعملة حفظ الفاتورة ونذهب إلى إدارة الحسابات من أجل التأثير المالي من خلال الترحيل فواتير المبيعات آجل ونقوم الآن بالضغط على الفاتورة الرقم 1 الخاصة بالعملة وفاء ونقوم بالضغط على زر الترحيل الآن بعد عملية الترحيل والتأثير المالي إذا ما عدنا مرة أخرى إلى إدارة المبيعات المدخلات المدخلات بيانات العملاء وقمنا بالبحث على العميلة وفاء مثلا ثم نضغط على زر البحث ثم نضغط على إفتسعة اختيار العميلة وفاء ثم نضغط على زر التعديل فإذا ما دخلنا الآن إلى هذه القسم أو قسم العملية في شاشة بيانات العملاء ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ظهور بيانات متعلقة بالعميل وفاء فإجمال المدين يمثل إجمال المبالغ التي على هذا العمل يعني الدين الذي عليه أما إجمال الدين فيمثل إجمال المبالغ التي قام هذا العميل بسدادها أما الرصيد الحالي فيمثل المبلغ المتبقي على هذا العميل فإذا ما دخلنا إلى قسم الإحصائيات نلاحظ يقوم النظام بعرض مجموعة من الحقول المرتبطة معلومات مرتبطة بهذا العميل فيوضح لنا أعلى مبلغ تم دفعه أعلى قيمة فاتورة آخر قيمة فاتورة خصم المسموح به آخر دفعة تم سدادها وبقية المعلومات التي نراها ظاهرة في هذه الشاشة الآن سوف نقوم بضرب مثال آخر نقوم بالحب نقوم بضرب مثال آخر فاتورة المبيعات بالآجل لأحد العملاء الموجود في بيانة العملاء العمليات فواتير المبيعات خطوات الإضافة الضغط على زر الإضافة نختار آجل محدد المخزن الرئيسي نبحث على العميل إما بضغط على إف تسعة ونختار العميل باشرة أو الطريقة الأفضل والأكثر استخداما في الواقع البحث عن طريقة نقوم فقط بالضغط على زر أو رمز النجمة ثم نكتب الخولاني ثم إف تسعة سوف يظهر باشرة نقوم بالضغط عليه وفي البيان عليكم قيمة تلفونة مثلا آيفون نقوم بالبحث على آيفون من خلال رمز النجمة آيفون ثم إف خمسة وفستة سوف يظهر نقوم بالضغط عليه مرتين يدخل الكمية ثلاث حبات طبعا عملة الفاتورة سوف تكون بالريال لأن عملة العمل بالريال مثلا مئة وخمسة وربعين ألف قيمة العيفون 5 ثم نقوم بعمليات ماذا نلاحظ 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 ماذا أن قيمة هذه الفاتورة أكبر من حد الدين المحدد في بيانات العملاء فإذا ما قمنا بالضغط على زر نعم نلاحظ أن قيمة الفاتورة أربعمائة وخمشة ثلاثين ألف ريال بينما حد الدين المسموح به لهذا العمل في بيانات العملاء فإذا ما قمنا بالبحث عن العمل الخولاني بالضغط على البحث ثم افتسعه عبدالله الخولاني ماذا نلاحظ نلاحظ أن حد الدين المسموح له هو فقط مئة ألف ريال بينما قيمة الفاتورة تجاوزات المئة ألف ريال قيمة الفاتورة أربعمائة وخمشة ثلاثين ألف ريال إذا حد الدين مهم جدا في بيانات العملاء إذا يقوم بتنبيه بهل تجاوز المبلغ الخاص بالفاتورة المباعة حددين أم لا ثم نقوم الآن بعمليات الحظ والتأثير المالي من خلال الترحيل في إدارة الحسابات ترحيل فواتير المبيعات ثم اختير طريقة دفع العاجل ثم فاتورة نقوم بالتأشير عليها ترحيل إذا ما أرضنا استعراض محتويات الفاتورة قبل ترحيلها ما علينا إلا جعل المؤشر عند التاريخ فالضغط عليه مرتين ثم بالزر الأيمان نلاحظ ظهور أصناف الفاتورة ثم نقوم الآن بعملية الترحيل والتأثير المالي نكون بهذا قد أوضحنا ماذا يقصد بيانات العملاء وقمنا بضرب أمثلة مرتبطة بالبيع بالآجل لهؤلاء العملاء الظاهرين أمامنا في الشاشة هناك سؤال من بعض الأشخاص وبعض الشركات والمحلات التجارية هل بالإمكان استخدام شاشة بيانات العملاء لإضافة العملاء الذين يتم البيع لهم نقدا الجواب نعم نستطيع إضافة العملاء واستعراض التقارير الخاصة بالعملاء النقديين بحيث نستطيع فيما بعد منهم خاص مسموح به أو منهم كميات مجانية ترويجية مقابل قيامه بالشراء نقدا من شركتنا أما خطوات إضافة العملاء النقديين فتبدأ أولا من إضافة وفتح حساب في الدليل المحاسبي نقوم بتسميته عملاء الشركة النقديين ثم بعد ذلك نقوم بربط العملاء بذلك الحساب إذن سوف نذهب أولا إلى الدليل المحاسبي إدارة الحسابات المدخلات الأساسية الدليل المحاسبي ونقوم بالإضافة الخاصة بحساب العملاء النقديين فيتم البحث والضغط على اكتسعاه ثم البحث أصول متداولة هذه الطريقة الأولى العملاء ونقوم بإضافة حساب رئيس نسميه حساب عملاء الشركة النقديين هذه الطريقة الأولى للإضافة أما الطريقة الثانية البحث يجب علينا في الواقع العملي أن نكون حافظين الحساب الرئيسي للعملاء حتى نستطيع إدراج وإضافة العملاء بشكل سريع فمثلا نحن في شركتنا اسم الحساب الرئيسي للعملاء هو 1-2-3-F-9 نلاحظ ماذا سوف يظهر عملاء الشركة بالآجل ويندرج تحتوي العملاء الذين يتم البيع لهم بالآجل أما إذا ما أردنا إضافة العملاء النقديين فنقوم بفتح حساب رئيسي نسميه عملاء الشركة النقديين على النحو التالي الضغط على زر الإضافة 1-2-3-0-2 لأن الحساب عملاء الشركة بالإجل رقم 0-1-0-2 الحساب الرئيسي هو حساب العملاء 1-2-3 ثم نسميه عملاء الشركة النقديين النقديين نوال حساب رئيسي عملاء طبعا ريال لأنه حساب رئيسي ثم نقوم بعملية الحب الآن سوف نضيف حساب فرعي تحليلي نسمي عملاء الشركة النقديين التحليلي نقوم فقط البحث بالضغط على زر البحث وإدخال الحساب الرئيسي F9 العملاء النقديين ونفرع من حساب العملاء النقديين عملاء النقديين حساب فرعي تحليلي كي يظهر في الشاشة إضافة 1-23-02-001 الحساب الرئيسي لهذا الحساب هو هذا الحساب عملاء الشركة النقديين تحليلي نرى الحساب فرعي مثلا ريال الحب الآن نذهب إلى شاشة بيانات العملاء في إدارة المبيعات المدخلات بيانات العملاء ونقوم الآن بإضافة العملاء النقديين على النحو التالي نقوم بالضغط على زر الإضافة مثلا رقم العميل النقدي هو الأول مثل واحد نقوم بربطه برقم الحساب للعملاء النقديين في الدين المحاسبي وتم ذلك إما بالضغط على F9 هذه الطريقة الأولى للبحث عملاء الشركة النقديين أو الطريقة الأفضل والأسرع أن نقوم بإدخال الحساب الرئيسي لعملاء النقديين الذي هو 1-23-02 ثم F9 ونقوم باختياره مباشرتان ونقوم بكتابة اسم العميل مثلا العميل نقديم معين البعداني ثم نقوم بإدخال بقية البيانات التعريفية الخاصة به وإذا ما أردنا مثلا ربط هذا العميل أن نقضي بمنطقة معينة أو بنوع معين من العملاء نقوم بربطه وكذلك إذا ما ربطنا مثلا بمنطقة معينة وهكذا ثم نختار طريقة دفع نقدا نلغي الآجل ثم نقوم بعمليات الحفظ الآن نضيف عميل آخر إضافة مثلا رقم واثنين ونقوم بإظهار عملاء الشركة النقديين ثم F9 عملاء الشركة النقديين ونقوم بكتابة اسم العميل على النحو التالي مثلا خالد أحمد ونقوم باختيار نقدا ثم نقوم بقية البيانات والحفظ وهكذا فإذا ما ذهبنا مثلا لعمل فاتورة مبيعات نقدا للعملاء النقديين نقوم بالدخول عمليات فواتير المبيعات إضافة نختار عملاء نقدا رقم المغزن المغزن الرئيسي ثم نقوم بالبحث على عملاء النقديين إما بضغط على F9 سيظهروا مباشرة أو البحث عن طريق الاسم البحث عن طريق الاسم إذن هناك طريقة لإظهار أرقام وأسماء العملاء الضغط على F9 باشرة لكن في حالك كان لديك عدد كبير من العملاء فإن عملية البحث شاقة لذلك وفي الظل أن نلتما البحث عن طريق الاسم مثلا معين ثم F9 نلاحظ ظهوره مباشرة الصندوق ريال ثم مثلا مبيعات نقديين العام المعين ثم نقوم بإنزال الأصناف يدخلوا باشرة صفر واحد مثلا ثلاث حبات كمثال أو خمسين ألف ريال الصنف الآخر مثلا البحث عن طريق الاسم جالاكسي مثلا أو آيفون خمسة وفي ستة باشرة حبة ادخل السعر ثم نقوم الآن بعملية الحفظ والترحيل من إدارة الحسابات عملية فواتير المبيعات نوع الفاتورة نقدا نرحل فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى إدارة المبيعات وذهبنا مثلا إلى التقارير فواتير المبيعات وأردنا مثلا معرفة المبيعات المرتبطة بالعملاء سواء أكانوا بالآجل أو نقدا يتم الدخول إلى تقارير فواتير مثلا المبيعات البحث حسب العامل مثلا ثم الدخول إلى نوع التقارير إما اختياري أو إجمالي مثلا تحليلي خيار التقارير والآن نبحث عن نوع العميل مرصنا إذا ما أردنا أو طريقة الدفع مثلا نقدا فتسعة شوف يظهر العملاء النقدين مثلا معين البعداني ثم نقوم الآن بعملية الطباعة نلاحظ ظهور فواتير المبيعات حسب العامل طبعا هذه الفواتير المبيعات نقدا فإذا ما أردنا آجل آجل ونقوم بالبحث على العملاء الآجل إما عن ضرر رقم العميل أو اسم العميل افتسعة مثلا وفاء خالد كمثال ثم الطباعة نلاحظ ظهور الفاتورة المباعة للعميلة وفاء خالد بالآجل وهكذا نستطيع طباعة التقارير بناء على أنواع العملاء وطريقة الدفع وهكذا نستطيع كذلك الطبع على أساس حسب العميل إذن نكون بها قد أوضحنا شاشة بيانات العملاء ما الفائدة منها وما أهمية في إدارة المبيعات ونستطيع إدخال البيانات بناء على طريقة إما نقدا أو آجل وارتباط هذه الشاشة بالعديد من المخرجات المرتبطة بالتقارير في إدارة المبيعات إذن شاشة بيانات العملاء شاشة مهمة للغاية وشاشة إجبارية في حالة البيع بالآجل يتساءل البعض ما هي أهم التقارير المرتبطة ببيانات العملاء والتي نستطيع من خلالها معرفة المعلومات والبيانات المتعلقة بهؤلاء العملاء نقديين أو آجل إذا ما خرجنا من شاشة بيانات العملاء وبعد تنفيذ فواتير المبيعات والترهيل يتم الدخول للتقارير مثلا فواتير المبيعات مثلا المبيعات الشهرية أستطيع في هذا التقرير المبيعات الشهرية أن أطبع تقرير حسب العميل فمثلا أستطيع أن أقوم بطباعة التقارير سواء للعملاء النقديين والآجل مع بعض فأقوم مثلا بالطباعة سوف يظهر المبيعات الشهرية حسب العميل للعملاء النقديين والآجل ويطع الإجمال المبلغ في نهاية التقرير فإذا ما أردت مثلا تباعة التقارير حسب العميل بناء على طريقة الدفع مثلا نقدا طريقة الدفع نقدا ثم أقوم بالطباعة نلاحظ ماذا سوف يظهر لي فقط المبيعات النقدية فإذا ما أردت مثلا المبيعات بالآجل فدف آجل طريقة دف آجل مثلا نلاحظ ماذا يقوم بإثار فقط العملاء الذين تم البع لهم بالآجل كذلك حسب نوع العميل مثلا عملاء صنعاء والطباعة مثلا سوف يظهر لي عبدالخولاني ينتمي لعملاء صنعاء وهكذا كذلك إذا ما عدنا إلى تقرير آخر مهم في فواتير المبيعات هو تقارير فواتير المبيعات حسب العميل هناك نوع التقرير إما إجمالي أو تحليل مثلا سوف أختار تحليلي واذهب إلى خيارات التقارير وأقوم بتحديد طريقة دفع مثلا آجل وأقوم بتحديد العملاء إما بالضغط على F9 أو البحث عن طريق اسم العميل وهي الطريقة الأفضل مثلا الخولاني ثم F9 واختيار الخولاني مثلا ثم الطباعة ماذا نلاحظ نلاحظ تظهر الفاتورة الخاصة بالعميل الخولاني فإذا ما اختنى مثلا العميل نقدا وقمنا بالبحث عن العملاء النقدي بالضغط على F9 أو عن طريق اسم مثلا معين البعداني والطباعة سوف تظهر الفاتورة الخاصة بمبيعات النقدي العميل والمعين البعداني بالشكل الظاهر أمامنا إذن هناك مجموعة من التقارير المرتبطة ببيانات العملاء وبالعملاء الذين تم يدخلهم في هذه الشاشة إذن الشاشة تعتبر بالفعل شاشة مهمة للغاية ونستطيع من خلال حصل على كميات كبيرة جدا من المعلومات والتقارير المرتبطة بالعملاء سواء أكانوا نقديين أو آجل آجل